السلام عليكم أيها الأصدقاء هنا قطعتين معمولتين رائعتين من النحاس واحدة اقتنتها سيدة واحدة اقتنها سيد لماذا أريكم هذا لكي أوضح لكم كما أقول لكم في الفيديوهات دائما عندما يكون في جيبك بعد النقود حاول أن تقتني لك مرة أو من حين إلى آخر قطعة جميلة تبقى قيمتها فيها وتحفظ نقودها أيضا هذه السيدة وهذا السيد أصلا تعلم هذه المهنة بعد أن طبق التعليمات التي قلتها لهم وأنا بدوري تعلمتها من أهل الاختصاص إذن هذه السيدة كانت مرة في السوق انظر إلى هذه القطعة الجميلة من النحس وحتى الثمن رائعات الذي أنا أردت أن أقوله لكم حتى ثمنها رائح انظر هنا هذه رائعة من النحس الأصغر تقيلة اشرتها هذه السيدة بدولارين عشرين درهاما وهي الآن احتفظت بهذه الدولارين وإن كان ليس فقط الهدف الاحتفاظ تبقى قطعة جميلة عندك ومن المعدن الجميل فمعدن النحس هو من المعدن الثمينة وحتى إن لم يكن غاليا مثل الذهب والفدة يعتبر من المعدن النفيسة الثمينة وبعضهم يسميه الشبه الثمينة ولكنه معدن رائع يبقى دائما معدن رائع أما هذه فحكايتها حكاية طريقة شرائها كأن سوف يقول الواحد أنها إذن هذه شراء من السارقين أو من السرق أو قطاع الطرق نظرا للثمن الذي شرها بها ذلك السيد ولكنها ليست كذلك يعني هذه الشرها صاحبها للأسف للأسف قوم يعني تضرروا من المشاكل التي تمر اقتصاد يقدر وهكذا وأخرجوا بعد أمتعتهم يبيعونها لكي يقتعتوا للأسف نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عن نوع عن العالم هذه البلاوية التي أحلتها هذا هو الطابع هذا هو الطابع أعمال المعدن هذه ربما من أعمال معادن صناعة فاس أي إذن تعرفنا الصينية من النحاس هذا النحاس الأصفر ويكون مفضدا أي مشللا تشليلة فدة وغير ذلك أنظر هذا الثمن الذي أقول سوف يبهركم صراحة لماذا لا تتعلم مثل هذه الأشياء الجميلة لماذا فقط تسالك وتسالك 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 في بطنك وتشرب وتشرب تعلم الأشياء الجميلة أيضا بالإضافة إلى أشياء أخرى تلحية متعة ورائعة مادم أنها حلم وليس فيه اعتداء على الآخرين أو تعدي على ملك اللغير انظر إلى روعتها نعين عشر دراهم مغربية سوف لن تصدق هذا يعني دولار وهذه إن أردت أن تبيعها وأشك أن الهوات محبة هذه الأشياء حتى يقولون لكم ماذا ستفعل بالمال أنا أريد هذا الشيء الجميل يعني عندهم قناعة سبحان الله ويحبون الأشياء الجميلة إن أردت أن تبيعها فتلاتين دولارا يعني في لمح البصر أي 300 درهم مغربية نعيا رائعة جميلة شريط بدولار شكرا لكم إخواني أخواتي شكرا لكم